الأميرة للا مريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق التفل تترأس حفلاً بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لبرلمان التفل بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية للرباط خلال الحفل عبر الأطفال البرلمانيون عن امتنانهم لجلالة الملك محمد السادس لالتزامه لجعل المملكة نموذجاً يحتدى به في مجال حماية الطفولة وكذل الأميرة للا مريم على جهودها الدؤوبة لجعل برلمان التفل منبراً حقيقياً يتيح لهؤلاء الأطفال التعبير عن أرائهم إثر ذلك تم عرض أشريطة تسلط الضوء على ربع قرن من عمل برلمان التفل اجتملت على شهادات ومسارات لأطفال برلمانيين السابقين وتبرز دينامية وتطلعات نادي قدماء برلمان التفل من أجل تعزيز قيم المواطن والتضامن أنا فخور كبرلماني طفل سابق عوض اليوم في الحكومة سيدنا الله نصر أن هذه المؤسسة تحت الرعاية الفعلية والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة اللامرية موصلت اليوم بعد 25 سنة إنجازات مهمة وكبيرة جداً في مجالات حقوق الطفل ودعم الأطفال وانتقلت إلى الصرع القصوى مؤخراً بتأطير الأطفال في مجالات مهمة والحمد لله الفضل يعود إلى مولاتي صاحبة السمو الملكي تحت الظل الوارف لمولانا صاحب الجلال نصرهم الله كذلك تابعت الأميرة للا مريم وصلة فيديو حول أهم لحظات المعسكر التدريبي بشأن ريادة الأعمال لفائدة الأطفال البرلمانيين وبهذه المناسبة سلمت الأميرة جوائز أصوات المستقبل وقلب مواطن وصناع تغيير الشباب لفائدة الأطفال الحاملين لأفضل ثلاثة مشاريع تم تقديمها في ختام المعسكر أيضاً تم تسليم جائزتين لأفضل اختيار أصوات الحرية وتألق بلا حدود لطفلين برلمانيين تميز مشروع كل منهما بطابعه الأصيل خلال هذا التكوين نحاول نشكر الأعضاء كاملين لكي توجهوا في برلمان طيف اللي يدون أننا نشكوا دي غلاصيون تخيفوغ مع صحابنا المهم نشكر صحابي كاملين وقع أعضاء برلمان طيف كتفلة برلمانية عجمني الحل بزاف في هذا الأسبوع وفي الضرة الوطنية وفي الضرة الجهوية حيث استفدنا بزافة الحويش كونا صداقات وزعما كانت تجربة فريدة من نوعها فخورين جدا بأننا ننتجوا بالجائزة تحت حضور الفعلي صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم نشكر المرصد الوطني لحقوق الطفل على التنظيم مثل هذه التضاورات التي تدعم أطفال مثل الجهة دي اللي هي جهة دراتها في لالة واحد تمثيل اللي زوين فسوى الأصدقاء دي اللي ساعدهم وساعدوني أننا نقدموا المشاريع دينا بواحد طريقة اللي زوينا خلال الحفلة ترأست الأميرة للا مريم حفلة توقيع على ثلاث اتفاقيات ثنائية تتعلق الأولى بمواكبة الأطفال البرلمانيين في مشاريعهم المهنية وتهم الثانية تعزيز التعاون والتنصيق من أجل دعم أنشطة برلمان التفلة أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بإرساء تعاون من أجل توفير الوسائل والكفاءات بشكل مشترك بهدف ضمان إنجاح المشاريع ذات التوجه الإفريقي في مجال أنشطة المرسد ونطاق تدخل الوكالة المغربية للتعاون الدولي اشتركوا في القناة